أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم عاوز أتكلم عن آية من إنجيل متى اللي هي بتقول هكذا قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل أو تتكرر هذه الآية في العظى على الجبل عدة مرات قد سمعتم أنه قيل وأما أنا فأقول لكم وطبعا هذا الموضوع صادم لأول وهلة ولسيما أحبائنا الذين يشاهدوننا من الشرق الأوسط فطبعا هنا نرى عظمة المسيح أنه أعظم من الأنبياء مع أنه الكتاب يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي في يسوع المسيح قد سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم من الذي يستطيع أن يقول بهذا السلطان مكتوب عن يسوع المسيح كان يتكلم بسلطان ليس كالكتب والفرسيين يعني المعلمين اللي كانوا في أيام المسيح لاحظ من خلال هذه الآيات يسوع يقدم احترام شديد لكلمة الله ولشريعة الرب وأنه المسيح لم يغير أي تعبير من تعبير النموس طبعا النموس الأدبة والأخلاقي لكنه كان يصحح المفاهيم اللي كانت يعني مدركة أو معلمي الشريعة اللي بيعرفوها أعطى تفسير روحي مهم جدا فالمسيح كان بيحترم الشريعة المسيح كان بيكرم نموس موسى بل مكتوب عن يسوع المسيح أنه ولد تحت النموس ليفتدي الذين هم تحت النموس لننال التبني وإذا شفنا في نفس الإصحاح في إنجيل متى الإصحاح الخامس والآية 17 قال يسوع لا تظنوا أني جئت لأنقض النموس أو الأنبياء بل ما جئت لأنقض بل لأكمل لأكمل هون مش يعني بزيد شرائع ولا كده لكن بيعطي تفسير روحي بيعطي مفاهيم روحية بيعطينا بعد روحي بيعطينا مفهوم خاص ولسيما التي تتعلق بالقلب والنية والدوافع فقال يسوع فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النموس حتى يكون الكل بل شدد لاحظ فمن نقد إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السموات فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم لاحظ يتكلم لحافظي الشريعة لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السموات فإذن المسيح فسر بطريقة روحية مفهوم روحي بل أعطى بعدا روحيا وعمق روحية للكلمات أليس هو كلمة الله المتجسد وهو الإعلان الكامل النهائي الذي لا إعلان بعده ومكتوب عنه يدعى عجيبا مشيرا هذه شخصية وهوية يسوع بل مكتوب عنه هو حافظ كل الأشياء بكلمة قدرته فإذا حبائي المسيح لم يضيف آراء شخصية أو ينقضها أو ينقصها كان يقدم مفهوم أشمل لغرض الله من هذه الآيات أعطى مفهوم داخلي عميق ممكن الإنسان يعني قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل لكن هنا بيتكلم عن بعد آخر بيتكلم عن الغضب عن الكراهية فالغضب أو الكراهية هي القتل بحد ذاته فيقول الرسول يحنى من يبغد أخاه فهو قاتل نفس بل يبقى في الموت فهنا نرى مفهوم آخر للشريعة بعد روح أكثر فهذه الكلمات قد سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم تظهر لنا تفوق يسوع المسيح تظهر لنا سمو ورفعة يسوع المسيح تظهر لنا سيادة وسلطان المسيح الكامل بل بالأحرى تظهر لنا لهوت المسيح فهو الذي أعطى الشريعة فهو الذي يستطيع أن يفسر الشريعة تظهر لنا أيضا مطالب المسيح يعني هذه مطالب بصراحة يمكن صعب جدا أن نطبقها ولكن هذه المبادئ هذه المطالب تسمى أخلاقيات الملكوت إنها مبادئ الملكوت الأدبية الأخلاقية في أعلى المستويات فالمسيح لم يطالب شيء أقل قال كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل فإذن المسيح علم عن النموس الداخلي النموس الروحي نموس موسى كان له عدة أقسام فيه النموس التقسي اللي بركز على التقوز والشرائع والفرائد وهي كانت كلياتها بتتعلق في المواسم في الأعياد في الذبائح وفيه النوميس أو النموس المدني من شرائع وتوصيات ونصائح كثيرة مفيدة في العهد القديم ومفيدة في هذه الأيام ولكن هنا يركز على النموس الأدبي النموس الأخلاقي اللي هو الوصايا العشر فهذه الوصايا كانت ومزالت وستبقى إلى مجيء يسوع المسيح لكن أعطاها بعد روحي تفسير روحي وعطاها مفهوم روحي عميق إنه مكتوبة لا تصرق مثلا ولكن أنت في داخلك ممكن عم تصرق عم بتفكر فالله بعالج الداخل لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة فهو بعلم هذه الشرائع بمفهوم روحي جديد وأخيرا لا يستطيع الإنسان أن يطبقها إلا إذا كان من رعاية الملكوت الذي يطبق مبادئ الملكوت وهذا يحتاج إلى تغيير داخلي يحتاج إلى ولادة روحية يحتاج إلى عمل التجديد في حياتنا وإلا من يستطيع أن يحب الأعداء إلا الذي يختبر حضور يسوع المسيح في حياته بيكون عنده غفران كامل ومسامحة كاملة وشفاء كامل في داخله فالإنسان يختبر الشفاء الداخلي فيستطيع أن يرى بعيون جديدة في منظار جديد عندها تبتدئ حياته بنقلة جديدة بمواسم جديدة في حياة جديدة كخليقة جديدة نطبق ناموس المسيح في حياتنا ربنا يباركك وبصلي من كل قلبي أن تفكر في كلمات المسيح من أجل هذا أنا بنصح كل شخص يقرأ عزة المسيح على الجبل هي ثلاث إصححات إصحح خمسة وستة وسبعة من بشارة متة في الإنجيل المقدس والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر